بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم لقد أمر الله عز وجل المؤمن بأن يكون سابقا في الخير يقتد الآخرون به ليحوز بذلك مثل أجر من اقتدى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سية فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله أجر فله مثل أجر من عمله وحينئذ يحرص المؤمن أن يكون قدوة في الخير سابقا إليه ليكون ممن يقتدى به فيعظم أجره ويكثر ثوابه يوم لقائه لرب العزة والجلال وإذا أراد الإنسان أن يصل لأكمل النتائج وأفضلها فعليه أن يقتدي بمن أمر الله عز وجل بالاقتداء به وأول ذلك أنبياء الله عليهم السلام الذين ذكر الله عز وجل قصصهم في كتابه العظيم القرآن الكريم ليكونوا قدوة لنا كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة ومن ثم نقتدي بسير هؤلاء الأنبياء عليهم السلام قال الله تعالى فبهداه مقتده